من الموضوع اللي جاء عليه للرد على أعظام أسنوب الشعب وأنت من الناس اللي يخدموا في الطن الأحمر سي عبدالقادر هكا ولا؟ لا ما شاني مباشرة أما عندي ما صلحة عندك في الموضوع هذا والتهمة جماعة الطن الأحمر اللي حوالي 57 واحد ماخدين الرخصة أنهم مرسوا الاحتكار في الجانب أنه عملوا كارتين حان الوقت يربحوا برشة فلوس سيدة باش النواب فرضوا عليهم ضريبة ضريبة على الأرباح أربعين بالمية تتحط في هذا الصندوق اللي شي تسمى هو ذكرني صندوق صندوق الراحة البيولوجية صندوق الراحة البيولوجية قال لك باش نعاونوا بيهمك الفلوس اللي يبحوهم وما برشة نعطيهم منهم للفلاحي الصيادة والبحار الصغار كيف ترد إذن على الكلام اسمعته من أعظام أسنوب الشعب سي عبدالقدر شكرا على الفرصة هذه باشر للرد أول حاجة نحب نشير الزوز حويش نبدأ من مقال وسي غاسي أول حاجة العلم هو الوسيلة الأساسية لكشف الحقيق وشير أنا ردي هذا ليس من مصدقية النائب ونواه لكن أعتقد أن الوسيلة وسيلة التقصي خانته وكذلك خانها الوعي التاريخي عليش؟ في وصف شريحة اجتماعية بالطرابلسية في الحقيقة هي تعود إلى شريحة اجتماعية كان يستعملها الباي والداي لنهب الجباية من المواطنين التونسيين عندما تعزج المحلة خاصة الفلاحين وهي بالتالي في خدمة السلطة إضافة لأن القانون المعدل هذا حارم فئات اجتماعية هشة كم القفالة معناها من وردات هذا الصندوق وفي إيطاء وفقها حارمهم لأنه كان فما مشروع قدمت وزارة الفلاحة ووزارة المالية وقعد تخدم عليها سنتين وكان فيه معناها نسبة أقطاع مع العلم أنه يدفعوا في ضرائب أخرى وزارة المالية ووزارة الفلاحة درست وعملت وكان عندها مشروع كامل ومتكامل في خص هذا الصندوق في الحقيقة معناها المشروع هذا مع دم المس من مصدقية ونواة النواة خاصة النائب هو نائب تكافل بيه والأزوز في مطنية وصيرته معناها ممتازة فيش غلط فيش غلط في الكلام في الوسيلة التقصي لأصول معناها المعطيات هذا عليش مثلا 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 مواضيع قام 57 واحد ما أخذين رخص 54 ومبعطي اللي نجي منهم 20 رخصة المستقص دين واللي جبدهم هو جبدت كان 20 رخصة الأخداو من 2018 إلى 2020 هما الناس الضعاف بالكل على هذم الناس هذم ومنهارة الأخداو الرخص معناها منهارة الأخداو الرخص القرى عطا تكاكجات عن أضعف لأس أما فيهم شروط ألا طالبتها اكزي جي بارل بالمنظمة الدولية لصون الطونيات منهارة توقع عليهم معناها هتقول أنت يا ذي حملة أنت عناس مواصلة هي نقصة مخذية وش رخص على العباد اللي خذية ترخص قضايا الأصلية ورخص بالقرعة معناها أنت بالقرعة بالقرعة وفقها معناها شروط معينة قدموا القرعة العشرين الرخصة من 2018 ولكنت لفما لالتزامات لحد شياسة سيد الناي براو 2018 ما فماش وغلطوك لقلوا لك هذا غلطوك وفما طاوى أصل فما قضايا ما شورا من جمش نحكي فيها طاوى بح أنا حبيت نقول حاجة بح المعنى ليدل للنايب وقع تغليطه أول حاجة هي سلم غلطات من بينها يقول المنظمة عملت في تسعينيات المنظمة عملت عام تسع وستين و هذا عنده معنى دخل فلا نقول فيه ما تعملتش عام تسعينات وهي أصل وقع اتقاط إجراءات للحفاظ على مخزون الطنة الأحمر اللي هو في تراجع خاصة منذ التسعينيات هذا الكل هو زوزة يهمات هي ترد عليها أخوها قال أربعين بالمئة ما يمثل لكم شيء لجماعة الطن الأحمر اللي يستادف الطن الأحمر بخاطر يربحوا بالملايين دون أن تكلفت العملية بتاع الصيد تكلف لهم حاجة كبيرة بالتالي شنين المشكلة كان يحطوها الأربعين بالمئة من الأرباح في الصندوق دا بش نعاونه بقية الصيادة التعبي قد شنين مشكلتكم على الأربعين بالمئة على زوز حوش نجاوبك أول حاجة بقية الصيادة التعبيل لش كون قال لك ألا هي ألا صنفتها من أنتي قلت شباك أنتي قلت مرة شباك دايرة ومرة صيد ساحلي أول حاجة فما صيد ساحلي فيه نشاطات الشباك دايرة وشباك اللي نقولوا واحنا مطلوقة وممتدة أنا فما أشى هذه الشباك دايرة وحدها وصيدة هم كلهم في الصيد الساحلي حتى الناس هدوما لتخدم طفل واحد كانوا في الصيد الساحلي قامت غير نشاط متاعها من شباك دايرة معناها الصيد الطنيات أيوة هذه حاجة بالنسبة لل شنو قلت لي آخر انتي الأربعين بالمئة علام قلقتك الأربعين بالمئة أول حاجة فما أذى كلام إنشائية اللي يصوروا ياسر عندك معطيات علمية؟ عملت دراسة علمية ودراسة ميدانية في زوز الأحواج هذه أو قال لك يا در كالما جاء وشي يصوروا ياسر العبات ما تعملتش في القرعة وتحب وتجري واللي يأخو الرخصة وتطيح عليها القرعة سيئة عندهم أمال في الصعود الاجتماعي اللي اقتصادي أما الطاول ما تصارش منه هاد شيء ما فماش اللي يحكي عليه هو هذا قداش تروا يتصدر بستين دولار هكي قال لنا كماشي بستين دولار الكيلو بتاع الطن الأحمر قدير بالله يقول لنا جيبنا أو طاول اللرب وخمسين رخصة قطيت نازلوا لك عليهم اللي قد يتصدر بالمرة هادية معناها تبع باربعين دينار السنة هاد دينار تونسية دينار تونسية يعني عشرة دولارات ايه اه اثناش تقع اثناش تقع اثناش دولار اثناش ايه اه وتبع عام 2020 بستة دينارات من ستة لثمانية اه تبع عام واحدة وعشرين من 12 ل 15 دينار اه لكن كي ما تراه كي ما تراه لفلاحة هادية في البحر معروف مرتبط بل مرتبط بل مرتبط بعوامل أخرى عام على خمسة يجي ممتاز عام يجي معناها فوق متوسط 3 سنين معناها او كلهم يجب ان تخل من الخصي عم تبقادة الاربعين بالمئة هادية مش نقص في الارباح وكدي مش تخزي الارباح لانه دول الارباح يعني مش دخلكم في مشاكل مش تدخل فاما اربعين بالمئة هذه للوحد للصندوق للصندوق وياريد تمشي لصغار البحارة كي ما قال صغار البحارة اللي تحكي عليهم عنده سبع مراكل وهو دخيل اه زوء لا 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 في العقل يا اخي الصندوق الراحة البلوجية ينجم يستفاد بيها منه صياد عنده سبع بلانسيات وكدي ايه سبع ايه نعم ابو الا قال سبع وعندهم معامل البرة من يسميهمش لانه يتعرفوا من الحبش يستفادوا بالصندوق هده ايه معناه بالمقترح هذا الا انه الوزارة عملت كان الوزارة تأخو الكل تأخو تعيب نحكيه في ظرف كي ما هذا دولة في الوضع هذا ونحكيه 4% امامها امامها اربع خمسة عشر سنين عمامها وين تخرج الدولة بالأزمة التح وعطاها المستحقينها والمراكب انت وين العامل التونسي البحري وسط القانون المعدل طار في جيه ألف عامل ولا نحكي على روحي مثلا الناس اللي نخدم معها نحكي على روحي عقل البحري يا اخو عشا لف دينا فك الشر وبعتالي قالوا نخدموا 20 يوم العشريات عام 12 شر باش نخدموا كشهر الطاوة فما مراكب طاوة تنمشيوا تمشيوا الميناء طول با وتتلقوه ناس تخدم من جواه وقبل جواه وتخدم طاوة في المركب باش دي ما تحافظ مثل تزنب المواصفات الإججيجية دي المطلوبة سواء متى الوزارة سواء متى المنظمة هذي وهذا في خدمة حتى مصلحة الدولة التونسية في خدمة التنمية بعد تالي يقول لي كيفاش ونقول لي نجم ونقول لي كيفاش وهو ما كي دخلوا الناس كل هذم دخلوا الناس كل اخذات كافئة في الفرص دخلوا في صندوق وفي شروط إلا أنه فما ناس من لول قلت اني مجيش عندي القرى ما ليش نلتزم فما ناس قالت لا ونتحداهم كل نجيبوا والكلام هذا صار قدام الناس كل فما ناس قالت لا لانه فماش حال الاخر ما حبيتوش تتوافقوا في حد شي وبعد تالي يجيب انت تقول صندوق وفما عماليت حسب ليك أخيرا أخيرا السلام معناها النواب هذوما اللي انت نحيت سوء النية قلت لي عملوها بحس النية لكن تم اعطاه معلومات خاطئ أشكو اللي اعطاه معلومات غالطة خاطر نحس عاركة 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 قوت لك من 2018 الناس لأسف في القرى وصحيح ما أنصفتش ناس ألا هي دافعت على القطاع واحد صحيح أما ما أنصفتو شو نقوله معناها نيضاليا ما أنصفتش أما مهنيا معناها قدام القانون الناس كلها عندها حق كيف كيف سواء الأخدم مقبلي سواء ما أخدمش أكبلي من أول نهار من أول نهار معناها تعاملة القرى هذي الناس مواخدوا بدات القدم في خضايا معناها بعد تلوجع الحلوب لحق معناها تنجح ما تنجحها وهذه أمور نسبي بعد الاربعين بالمئة هذيش تتوقع القطاع بالنسبة للصيدة الشي هذا الشوصلة الشوصلة كما هذا شنوصل لنتاج كارثية أكثر من ليبيا ليبيا ما عاش عندها أسطوغل واحد برك وطايا خداء أخاها واحد برك أما أنيماظبية معناها تقول لي مثلا سعبد القادر أو شنعتيك الحاجة الأخرى أخر حاجة وانطلق من مواطة ألا هو مخزون التن معناها في تزايد مصحيح مخزون التن في تراجع بصيفة مهولة ورجعوا كنس سنة معناها سنوات الأخرى من عام 2022 هو وقع الاصل زدناهم 2030 ألف وثلاثين أما ألف وثلاثين من زيادة الراجعة نحات وطاوة راجعة معناها كانت أكثر من هك علاش على خاطر المخزون الدولي طبعاً وطول عمره هو يأكل في السردين لا أسباب معناها تدني الإنتاج مش المردودية أسباب أخرى معناها تنظيمية أسباب معناها فما ياسر أسباب أخرى واضح سعبد القادر إن شاء الله التوضيح متاعك لوصله ويتواصل النقاش في كل ما هو بلاتوت مرحبا بكم ومزيد التوضيح واضح سعبد القادر خليلي توا